زي ما بدأنا مع بعض واتفقنا ان في حالة اي حادث بنفتكر 3 كلمات بحرف الالف افحص اتصل اهتم وفي القسم اللي فات كنا بنسترجع مع بعض كلمة افحص واتفقنا ان فيه فحص للمكان عن طريق كلمة ستب اللي كل حرفة فيها بيمثل فعل المعين محتاجين نعمله في القسم ده هنتكلم مع بعض عن فحص المصاب وفي الحقيقة ان احنا في اوقات التورق والحوادث لو ما عندناش خطة واضحة نفحص المصاب ازاي بتلاقينا بنتصرف بشكل عشوائي وشكل مش منظم على الاطلاق عشان كده مهم جدا نرتب افكارنا واول حاجة نهتم ان احنا نفحصها ونتأكد منها ونشوفها في المصاب بتاعنا هي درجة الوعي في الحقيقة درجة الوعي لها تقييمات كتيرة واساليب كتيرة للقياس وتدريجات كتيرة لكن اسهل وابسط الطرق اللي معتمدة في حالات الاسعافات الاولية ان احنا نقيم بالتقييم اللي بنسميه AVPU هم عبارة عن اربع حروف كل حرف منهم بيختصر كلمة او بيختصر حالة او درجة من درجات الوعي وكأننا بنقول ان المصاب بتاعنا هنديه درجة من اربعة اما نديه درجة ايه وايه جاية من كلمة alert يعني يقز شخص بيستجيب بيتكلم ارفع ايدك هيرفعها نزل ايدك اضغط على المكان ده بيستجيب فوضا شخص واعي فمعنديش معاه مشكلة هيستجيب للأوامر اللي انا بقولها له ويجاوب على الأسئال اللي بسأله له امال الحرف التاني اللي هو V حرف V جاي من كلمة verbal stimulus verbal stimulus مقصود بيه تنبيه لفظي يعني انا هنبه شخص ده بالكلام يا فلان يا أستاذة يا آنسة يا حج يا فندم او أنده باسمه فيبدأ يتنبه معايا وما كانش منتنبه يعني هو تنبه فقط عند التنبيه اللفظي ده يعني أنه درجة الوعي بتاعته أسوأ شوية من الشخص الطبيعي لكنه لازال واعي وبيستجيب فدي الدرجة الأسوأ والدرجة التانية في درجة أسوأ بقى اللي هي حرف ال-P ودي اللي بيستجيب لل-painful stimulus أو التأثير المؤلم يعني الشخص لما بندع عليه أو بحاول أنبهه ما بيتنبهش ساعتها بضطر أعمل تأثير مؤلم ليه عشان أشوف هيبقى في استجابة ولا لا وبأكد على حضراتكم أن إحنا لما نعمل التأثير المؤلم دا للمصاب يبقى فيه برضو حفاظ على كرامة المصاب ما يبقاش معناها كلمة أننا بيبقى فيه عايز أسبب ألم يبقى هدينه بالألم لا مش دا المطلوب هو المطلوب أن أنا أعمل نوع من أنواع الألم اللي ينبه درجة الوعي بتاعته وبشكل فيه حفاظ على كرامته كإنسان بمعنى أن أنا هيجي عند شحمة الأذن وأبدأ أقرص فيها وده بيطمنني بالنقطة تانية أن أنا محركش خالص الراس ولا العمود الفقري ولا الرقبة خوفهم من أن يبقى لقدر الله فيهم أي شكل من أشكال الإصابات في الغالب لو الشخص دا استجاب للألم هتلاقيه بيحاول يزوء إيديك هتلاقيه بيتوجع بيصدر أي صوت وساعتها هنصنفهم من الدرجة التالتة دا معنى أنه فاقد الوعي لكنه بيستجيب للألم آخر درجة من درجات الوعي أو آخر درجة بنشوفها وهي الأسوأ على الإطلاق أنه لا يستجيب اللي هي حرف ال-U أنه لا يستجيب ولا للكلام ولا يستجيب للألم وفي الحالة دي الشخص دا فاقد الوعي تماما لا يستجيب وساعتها فورا أول حاجة هبدأ أشوفها زي ما هنشوف في القسم القادم أنه إحنا نقيم ضربات القلب موجودة ولا لا عن طريق تقييم وجود النبض من عدمه